بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم بخير كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيان إذن مرحبا بكم في ملخص الفيزياء مصار دولي السنة الثالثة إعداد الدورة الأولى استعدادا للفرض الأول والثاني والثالث واستعدادا للامتحان المحلي إذن من بعد ملخصنا مادة الريادية كاملة لاحظوا معي هذا الملخص لأمانكم دي المادة الريادية فيه جميع الدروس موجود في القناة اللي بغي يضبط مادة الريادية ويحصل فيها على العلامة الكاملة عشرين على عشرين إن شاء الله ويلقى مشكلة حتى في شي درس يتخلى هذا الفيديو ويشاهد هذا الفيديو ضروري وتشاهدوا دي الملخص مادة الريادية فيه دروس كاملين مع الأمثلة التطبيقية وكذلك التمارين إذن نبدأ على بركة الله الآن الملخص دي المادة الفيزياء إذن أول درس عندنا في مادة الفيزياء هو كيلكو ماتريو أو كوتيديان بعض المواد في حياتنا اليومية وكينا بعض الأسئلة اللي غي يسميه لماتريو كينوزونتور يعني المواد من حولنا لأننا أول درس كان عندنا في السابعة اللي كتوكتذكروا في الدورة الأولى هو لو كينوزونتور يعني الماء من حولنا ثم أول درس كان عندنا في الثاني الإعدادي في الدورة الأولى هو لاغ كينوزونتور يعني الهواء من حولنا إذن أول درس كذلك يكون عندنا في الثالثة إعدادي هو كيلكو ماتريو أو كوتيديان أولا لماتريو كينوزونتور يعني المواد من حولنا ندرس الثاني الدرس الثاني هو الزرات والأيونات إذا كتوكتذكروا كذلك كان عندنا الزرس الثاني في الثانية إعدادي هو الزرات والجزئات لا دابا عندنا الزرات والأيونات في الثالثة إعدادي ممتاز إذن الدرس الثالث اللي غاد يكون عندنا هو الأكسدة الفلزات في الهواء شنه هي الفلزات هي الحديد الأليمنيوم النحاس والزنك واشا هنتعرف عليه مزيان في الدرس ثم الدرس الرابع هو احتراق المواد العضوية هنا عندنا الميتو الأكسدة وهنا عندنا الاحتراق المواد العضوية نتوقع المواد العضوية يعني المواد البلاستيكية اللي هنتعرف عليه في هالدرس الأول في الهواء لأن دائما لا كامبسيون في게 تكون عندنا في الهواء ممتاز ثم الدرس الخامس هو لسوليسيون قصيد إيه ليسوليسيون بازيك كنا تعرفنا في الدورة الأولى دي الاولى إعدادي على لسوليسيون على المحالين الآن غنزيدو نضبطو المحالين مزيان ونعرفوها أنها تنقسم إلى قسمين لسوليسيون قصيد ثم الدرس السادس هو تفاعل هذه الميطات القادمة في الدرس الثالث مع الدرس السادس يعني الدرس السادس ربطنا بين الدرس الثالث والدرس الخامس ثم الدرس السابع ثم الدرس السادس سارس مطارنة يعني الكشف على بعض الإيونات أو ما هي التجارب اللي هنديره باش نكشفه على بعض الإيونات اللي كتنتج في التفاعل دياليموتو معGeسوليسيون أصيد إي بازيك لان هذه الميطات اللي كتفاعلو معي生وليسيون أصيد إي بازيك ينتجçو عليهم واحد الإيونات إذا نحن كيفش نكشفه علي دوكل الإيونات ونعرف الوجود ديالهم هذا الشيء اللي نشوفه في الدرس السابع إذا الآن بنت لنا الخارطة دي الفيزياء اللي بنت لها الخارطة دي الفيزياء وعرف الدروس ينزل للتعليقات ويكسب فهمت شنو غنقرأه في الدورة الأولى ثم دبا نشوفه كيفاش غنجتازه الفروض إذا في الغالب غندوزه جوج ديال الدروس وغندخله في الدرس الثالث نقرأه فيه واحد شوية وندوزه الفرض الأول جميع الأساسية هذه الطريقة اللي كيديره قليل اللي كيدوز فقط جوج ديال الدروس وكيدير كونترول في الغالب كنقرأه جوج ديال الدروس ثم كنقرأه النصف هذا وكندره الكنترول الأول كنجيو نقرأه هاد الزوج هادو وكندره معامل نصف ديال هذا وكندوزه الكنترول الثاني ثم كيبقوا لنا جوج ديال الدروس الأخرين كندوزه فيهم الكنترول الثالث إذا عدنا ثلاثة ديالي كونترول من بعد ما كنسألوا لي كونترول كش كندوزو كندوزو الامتحان المحلي واضح هالأمور بانتلينا أمامنا مزيان بزاف جيد قبل ما نبدأ والله يرضى عليكم الآن هاي الدروس أمامكم لكن محتاجين التمارين ومحتاجين الفروض ومحتاجين الأمور أخرى لتعاونكم إن شاء الله بس حصلوا على أفضل النقاط لهذا هاي المجموعات دي الواتساب المجانية ثلاثة دي المجموعات لكن هاي المجموعات كنشارك فيها فقط الروابط اللي بغيت تخليها ينزل للصندوق الوصفة يلقى هاي المجموعات كنعاود هاي المجموعات الثلاثة كنشارك فيها فقط الروابط دي الفيديوهات يعني مني كندر واحد الفيديو فيه تمارين ولا فيه فرض ولا فيه امتحان محلي أو جهاوي كنشاركو معاكم في هاي المجموعات واضح إذن هاي كنشارك فيها فقط الروابط اللي لين يعني اللي كيدخل اليوتيوب أو الفيسبوك ثم عدنا وحد العرب جميل جدا هاد السنة اللي هو عرض التمييز شنو عدنا في عرض التمييز عندنا خمسة ديال المواد عدنا مادة الرياضيات ثم مادة اللغة العربية ثم مادة الاجتماعيات ومادة الفيزياء ومادة التربية الإسلامية خمسة ديال المواد كنخدموهم مع تلاميذ في مجموعات خاصة عبر الواتساب وذلك في ثلاث حصص الحد الآن رأخدمنا مع تلاميذ اللي نضمون لنا المجموعات جميع التقويمات التشخيصية الخاصة بهذا المواد يعني خدمنا التقويمات التشخيصية ديال المادة الرياضيات اللغة العربية الاجتماعية الفيزياء والتربية إسلامية وهاد الأسبوع عندو وزوه كامل ديال الخدمة والعمل من أجل استعداد الدروس اللي غيبداو الحصصة المقبلة باش تلمييز يدخل بقوة في الدروس وتكون عندو احد الانطلاقة جيدة إذا في هاد ثلاثة الحصصة شنو غنديرو غنديرو دروس وتمارين وفروض وامتحانات محلية من طبيعة الحال من اللي هتقرب المتحانات اللي بغي يستفد من هاد الضروس عبر الواتساب يتصل بالرقم اللي أمانكم تمان راه رمزي العام كامل بمئتين دلهم نعم العام كامل مئتين دلهم أنا كنت فاقير وكنت باغي نقرأ ولكن ما كاش مهيئ لي الظروف أنا كنهيئ ليكم إن شاء الله الظروف وما كرهتش أن هاد الأمور تكون مجانية لكن انتم ما عارف من الأوضاع إذا إن شاء الله اللي بغي يستفد يتواصل معنا عبر هاد الرقم ثم نبدأ وعلى بركة الله الدرس إذن أول درس هو كيلكو ماتيريو أو كوتيديا يعني بعض المواد في حياتنا اليومي وهو درس بسيط جدا عدنا فيه ربعه ديال المحاوير المحور الأول ديستانكسيون انتر أبجة أي ماتيريو يعني كيف نميزه ما بين جسم والمادة ثم المحور الثاني هو الكلاسيفكاسيون ديالي ماتيريو يعني اشحال عدنا من فامي المحور الثالث اللي عدنا في هذا اللي لسون هي المحور الثالث اللي فامي اللي غنشوفهنا باش كتتمييز كل فامي وآخيرا كيفاش نمييزه ما بين الماتيريو اللي يتكوونوني لهم واحد لفامي دونك نبدأ على بركة الله بالنسبة كيفاش نمييزه انتر أبجة أي ماتيريو عرفنا أن الأبجة بحال شاز يعني كرسي فناتر نافيدة بوتيه قنينة فلدو كونيكسيون هادو كنسميون ديزوبجة دونك اللي جينا نشوفو هادو الأشيز هادو منش كتتكون الكورسي ونفس الشيء هاد مندج النسبة . من خلال هاد الجدول كنتستفد ان وهد الاوب جي اس تكون من مواد لكن يقدر يكون كون اعديو هاد الجسم تكونه من ماده واحده كيفاش نعرف هاد الجسم تكونه من ماده واحده واش الجسم او ماده اذا نحتاج هذا القاعده هاده هاده مهمه بزاف هيا عن مهاجم أو لا نسميه انكور نفس الشي بوتاي مثلان شاز طابل اي فابريكي بوغ اي فونكسيون عمله يعني ان الهجم كنصنعوه باش يؤدي واحد دور محدد اذا البجم عنده دور محدد بينما الماتيريو ما عندهوش دور محدد دا با لقيتلك لاشاز كتعرف اننا كنستعملوه باش نغلسو عليه لكن لقيتلك لابواء الخشب نقدر نستعملوه في كرسي نقدر نستعملوه في الماريو نقدر نستعملوه في بزاف الحويش دوك الماتريو مان عندوش اين فنكش is دوك اولاك الوجه عندي ا魔يز اين فنكش bes يعني واحد الافامي هي واحد مجموعة دي المواد اللي كيكون المميزات ديالهم متشابهين مثلا إلاخدنا ليميطو ليميطو عدنا واحد الافامي ديال ليميطو كما شفوه في الدروس من بعد احنا نعطيهم لكم بعد قليل ثم عدنا ليبلاستيك حتى هي فامي ثم عدنا ليفر دونك عدنا طروة فامي ليميطو شنو كين فيهم؟ كين فيهم لفرق الالمينيوم الكويفر الزنك علش جمعنا هادو في هاد الافامي هاد ديال ليميطو لأن عندهم دي بخوبخياتي سامبلابل يعني عندهم واحد خاصيات مشتركة و. هذه Unde5, بدءا الأمر ب luglio 2 اليوHerrR . طيبا الأمر دائما الآن هناك مبيعات CB يمّلون منذها للم�� مبيعات سيأتي والعلى أغير كهرباء úجل الس 좋은 الأمور المفؤولات تنسانية ي Withinر هم نؤلم باريخ المناخ أو البلاستيك إيضاون إلكتريك وهناك معلومات الأمدلاع لموصلة تدائي لحرارة لأن يدعون الحرارة في هذه الخاصية الغالب في المتحان الذي تخطي ما أضعني أعطني أدوبر بيقيت فارغ صوتات الأمدلاع حرارة بالنسبة لهذا اللي يتروها فامي. خيب يندابا عندو زو كيفاش نمييز ما بين البلاستيك فيما بينهم باش نعرف البي او شكو هو ما بين البي اس ما بين البي و س و هكذا كذلك الميتو. دونك. لتي ستلي كنادرنا اول حاجة ان البولي اتسيني اللي هو البي او يطفو فوق الماء العد. دونك. هنا عرفت هادا. تنجيل البي اس. فلوت ضون الو صالي يطفو فوق الماء المالي. هنا عرفتو كي بقاليا. البي اس هذا عندو برول او فلام ذغت يعني يحترق بواحد لهب اخضر. دونك اللي الرابع اللي بقى راه هو البي او البي او البي او تي. لان كنا بعض الاسدلة غير دون معكم البي او تي. كالك بخبخياتي دي ميتو. دا بان نشوفوا لي ميتو. لفاق باش كناعرفوه اتير بار ليمون يعني ينجي بنحوو المغناطيس. لكويف غ عندو انكولور روج. الاليمينيوم البلي ليجي يعني اخف ميتو. فهم؟ تخيبين دونك انا هكا استطاعت المييز. ما بين الميتو يبقى ليلو الزنك. دونك بمعنان اعرفت الثلاثة اللي بقاله هو الزنك. واضح؟ وليفاق انا ما كندخلوش في اللي دي طايل دياله. تخيبين دونك هكا كنو سيني الدرس اللول وندزول الدرس. الثاني اللي هو الزاطوم اي. الزيون وعدنا في جزء المحاور. المحاور الاول هو الزاطوم. والمحاور الثاني هو الايون. دونك الزاطوم شنو تيهمنا فيها. اول حاجة اللي كيهمنا هي لستركتور دلاطوم. بنية الدرس. كنعرفو ان الاطوم عندها ان فرم سفيري. يعني عندها شكل كوراوي. فلانتريور ديالها في الوسط ديالها في الوسط ديالها. ديالها كنا لون ويو. لون ويو عندها انشارج. بلوس. دونك شنو ما اللي كاركترستيك دي لون ويو. انها. بلاسة. او سنتر دو لاطوم. سنعرف انها كنا في الوسانتر. ثم. إلي شارجي. پوزيتيف من. يعني عندها شوحنا موجابا. تخيبين. ثم. عندنا الانتريور دو لاطوم. وطور دو نوى. عندنا واحد لاشارج. اللي هي نيغاتيف. اللي كنسميها. الالكترون. هاد الالكترون. قدنا انه ترن. وطور دو نوى. يعني يدور حول. النوات. باش كيتميز هاد الالكترون. السون تو ايدانتيك. يعني لو كان عندي واحد لاطوم فيها. وواحد العدد كبير دياليز الالكترون. راه كاملين. متشابهين. الفوم. لنياج. الكتروني. كذلك هاد الالكترون اللي كيدور. كيكون لنا واحد الساحابة. حول النوات. لاشارج. نيغاتيف ديالالكترون. هو عندو ان شارج نيغاتيف. ايش هل كتساوي. هي موان او. كتساوي. موان او. موان او. موان ديزنف. كولوم. السون موبيل. اطور. دو نوى. هاشي عرفنا. انه يدور حول النوات. طيب بي. عندوزول البارتة التانية. وهي. انه. frustrating von apn. ان. لاطم. موحيدة. كاربائين. يعني الشرط تضيط عليك مساوي zero. اذا نحن. نحن نسأ capital. لتح измен since of avn. اللي كنا في الباريان. ثم. النحن بشرط. من الحققة. حسنا. 第一ان. اللي كت written. والن موآ. وير incremental By. زائد Z فوا E يعني الشارج للنوعية تساوي زائد Z فوا E والشارج للالكترون تساوي موان Z فوا E شنا هي هات Z هاتي؟ هات Z هي النميرو آتوميك يعني هو العدد دي الإلكترونات وهات E هي الشارج إليمنتر كانت تساوي 1.7-19 كولومب مزيان إذا دابع الشارج للالكترون هتكون هي الشارج للنوعية زائد الشارج للالكترون دان هي Q للن زائد Q للالكترون إذن الشارج للنوعية هي زائد Z فوا E والشارج للالكترون هي موان Z فوا E إذن هاتو دون نمبر أوبوزي عددان متقابلان دان الغزولتات تكون 0 بفهم؟ سبارك الله عليكم دابع ناخد واحد المثال وهنا قبل ما ناخد المثال كنقولوا أن العطوم رأى إلكتريكما نوتر يعني محايدة كهربائيا لأن العشارج للالكترون تساوي 0 ناخد المثال إلينا مثلا العطوم دي الإليمنيوم اللي عندها Z تساوي 13 نحسبولها للشارج ديل لز الإلكترون نحسبولها للشارج ديل الن ويو 확인 نحسبولها للشارج ديل اللاطوم بالنسبة للشارج اللين ويو والده لا تن type أذن بخالط啊 بهاد 1.6 عشرة أس ناقص تعتاش كولوم إذن 13 مضربة في 1.6 إذن هي 20.8 20.8 ضرب عشرة أس ناقص تعتاش إذن هذا العدد هذا اللي بغاني نكتبه في لانوتاسيون سيونتيفيك إذن عاولي هو جوج فاصل الصفر ثمانية عشرة أس ناقص تمنتاش كنزيد واحد هنا ونحرك الفاصيلة نحوها اليسار واضح؟ جيد أشير شوفته في الرياضيات في لابويسانس بالنسبة للكليتور سيونتيفيك ولا لانوتاسيون سيونتيفيك دابا نحسب على شارج دياليساليكتران نفس الشيء ما تريدك تغيير هو هاد اللوسين هناك تكون لوسين نيغاتيف بالنسبة للإلكتران وبالنسبة للنوايو كتكون بوزيتيف دونك هي موا 13 فوا E دونك عدد E بار هاد الالفالور بنفس التاريقة وهاد القواه هي موا 2.06 10 إكسبوزن مواد 18 كولوم دونك هادي هي الشارج دياليساليكتران ده البغل نحسب على شارج دياله نويو قبل ما نبدأ نحسب اخر سنعرف راسي كل المح Lob حول أيصيقي لان الشارج ديالي نويو교 إليكتران نطر دونك عم ديرو اللاشاغ دياليب غم تسويو ونرى الآيون ما هو الآيون بردفن الآيون هو فضلك مثلا ف أو 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 مثلا فضلك فقدت 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 وهذا فقدت فقدت أتوم إذا إذا فقدت فقدت مجموعة فقدت لطيف فقدت عادة الإعلومنيوم 14 يعني العدد الالكترونت كان عنده 13 إليكتلك بار إكزمبل إلا بار طروة زي الكترون فقدة ثلاثة ماذا سوف نبقى عندها من الالكترونت سوف نبقى عندها عشرة طيب بيان ولكن خسنا نغيره لو سيمبول ديال العطم ما غداش تبقى لو سيمبول هو هو فقدة ثلاثة كندير ثلاثة الفوق بلوس فقدة جوج كندير دو بلوس فقدة واحد كندير بلوس فقدة ربعة كندير 4 بلوس إليربحات كندير مثلا ربحت ثلاثة كندير ثلاثة موان واضح دار دائ Virata ثلاثة انها تلاثة يisée بثلاثة من الثلاثة شخصاقد دا الدائن فقدم في انها 10 ليسITE في الس mês يستطيع أن اجري الاون يشوف لهذه الأيون نحسب القططس من جهة من النوع من الاجتشراكة إذاً يمكن أن نعني لسلف النوع من الاجتشراكة تقوم بإعادة التي نتجه لخطول شرق ويوضيع أن نحصلون بإعادة الاجتشراكة إذاً نرى لذلك التقرير يمكننا في النوع لأن تتغير اللي في النوع من الاجتشراكة لأن لاتم لا تتعيش خطب ستوى الآخرين نوعية سوف تضع هذا الكامل مختلفات سوف تغير اتجاه التسجيل تضع التسجيل حيث تضع الهاتف سوف تضع التسجيل المحاولد من إعادات لأنه الإنسان سوف تتغير التسجيل النوع من الجحول او So this is an example in the energy of the ion very good so Qn of the number one is 13e but the charge for the electricity is which is 10e if you look at the charge around the ion so the power is 13e-10 13e-10 and 12e-10 then the energy of electric isn't neuter لكن الايون ماشي إلكتريكي مو نوتر عنده إيون شارج هنا إلا كان بار فقد كتكون لاشارج دياله بوزيتيف إلا قانيي كتكون لاشارج دياله نيغاتيف لاحظوا من لاشارج ديال الايون ممكن نحسب هاد لاشارج هاد نعطيها دير كتومو كيفاش غندير ليها كنشد هاد ثلاثة نشد هاد الزائرية الليولا كنكسبها ثم كنضربها في هاد العدد اللي كون عندي هنا وكن نزيد نضربها فوضح دائما را ممكن في واحد تمرين يعطينا عالى شارج ديال الايون الرايون المذاكSP أن يphonesحون كتكون لشارج الهدام و أي شاهد ينتظر بقلهra حراه عال إلى الراهور الذي اوظ bell ديال الايون يسمحون كنا نضربها في هاد الدين اشارج ديال الايون في هاد اللي كنت ينتظر بحالا Gogunted لذلك التنبends في توف's لست ت surge lean لزور daughters نعينا لديناً hello الأفر , الألوينيوم , الكويفر و هو الجن بالنسبة للأفضل ، لن أفضل لبعض الأفضل الأفضل ، التينيح والأفضل تنطيرنا بحضر المسلمين لبعض الأفضل الخاص و يتعلقه على أفضل الأفضل مبكة إذاً تنبطو لبعض الأفضل لبعض الأفضل المخصف الغوية وليس سنحنا لأنه من فعل الهواء يمكننا أن يكون لبعض الأفضل نكسطين لبعض الأفضل يعني ان الاول فعل لا يمكن تكون ابدا اذا كان الماء والهواء موجودين ولا نقول الماء والهواء のは اصعير لنطلب اي� ما أصبح بالماء والهواء يحتاج الماء والهواء لتأكسيدون لذلك عندما لدينا الماء والهواء لا يمكن أن يكون لدينا واحدة الأكسيدات الميتار جيد ولكن ما تفعله هذا الأكسيد تساعد وتسرع على التفاعل لذلك إذا أخذنا الأكسيدات الميتار يتفاعل يتفاعل ملودي أكسيجين ولكن أستاذ قلت لنا أنه يتفاعل مع الأغ أي الأغ ويجب أن يتفاعل ملودي أكسيجين لذلك الأغواء يحفز واضح لكن الهواء هو اللي يتدخل ويتدخل عنصر واحد في الهواء وهو الودي أكسيجين لذلك يتفاعل ملودي أكسيجين ماذا يعطينا يعطينا هذه الأفورمي الشيميك ولكن يحتاج الماء نضربه في 4 ثلاثة جوج واضح وهذا هو اللي نسميه لاغوي هذا الأغوي لديه ثلاثة ديسميات لديه أكسيد دفير طروة وعندو لاغوي وعندو أكسيد دفير طروة لذلك يعطينا لاغوي اللي هو FO2O طروة هذا الأغوي هذا كيف يحمي الحديد contre la corrosion لاغوي يتونك حديد من التأكل هذا الأغوي لديه الهواء ويجب الهواء ويجب يجب 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 ويجب يجب 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 أن هذا الطبقة لاغوي لا تحمي الحديد من الأكسيد الوكسيد ويجب تدخل في الداخل الحديد ويجب تأكل الحديد كليا هذا الفينومن هذا التأكل في الداخل الحديد نسميه la corrosion ويجب ما يمكن الحديد الحديد لأن الكثير من الأطنان الملايين في العام الحديد لا يمكن الحديد من الحديد لاحظوا مثلا هذا الطبقة يمكن انحراف الطريق كيف نحن نحن من هذه الملايين كثيرا اولا هناك تكنيك تحديد لتحديد الفر لتحديد الخروج ايضا الكنس ايضا الكنس ايضا 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 هذا مطلوب كيف اعطينا ايضا ايضا في الغالي يطلبوا اعطينا كيف ايضا ايضا الاص الاص الشروطysics الحقيبولِ البلدك binnen kalweg حسين الفرائم هذا هو الحقيبول الفرائم v البلدك الأساظuz لذلك تحميلنا الميطال لذلك لا نحتاج للمتابعة لذلك لا نحتاج للمتابعة لذلك نستخدم الدرس وهذه هي الأمور التي تستطيع أن تكون في المتحان المحلي درس الرابع المواد العضوية في الهواء المواد العضوية المواد العضوية مقصود بها مثلا الورق وكذلك المتحان البلاستيك لذلك لذلك نعرف أن البلاستيك بها 60 ماتير أورغانيك أو البلاستيك بها 60 ماتير أورغانيك لذلك أول شيء يجب أن نحرق البلاستيك ونرى النواتج التي ستجعلها لذلك نأخذ قطعة الورق ونحرقها ونرى ما يمكن أن يأخذها لذلك نأخذها لذلك نأخذها ثم نأخذ السلفات الكويفر يعني هذا هو المسحوق إلى كلماتي والأزرق وهنا نضع الوضوية لذلك نتعكّر أن يكون لديوكسيد الكاربون في النهاية ضد كامبيستان دعنا النهاية وكاللاحظة أن المسحوق وكاللاحظة أن المسحوق يمكن أن الإضافة كالتقال دعنا النظم لذلك نسبت كامبيوت ودعنا النهاية مؤثر لذلك نحرف لذلك ستجعل أشب الأعجام لذلك السكرة يعني الحاصلة لذلك التفاعل سيكون الإضافة ال�げاجات في الأول الثالثة هو الإضافة وتربائية ثم لدينا الو اللي بها السلفات الكويفر بلو واللون دي الو ازرق او اللي يعطينا واحد القطارات يظهرون هنا ثم لدينا الكربون ايه المونوكسيد الكربون لانه كمبيشون ديال البابيس هي كمبيشون انكمبلة احترى غير كامل جيدا هذه الإكواشن هادي او هذه الرياكسيون بلون اللي يعطي الإكواشن الشيميك دياله نكتبه بل سامب بالنسبة للبابيس ما كنعرفش لا فور من الشيميك دياله ولكن الو دي اوكسيجين كنعرفها غاني نكتبه او دي سامب شكي يعطيني سي او دي زائد الو زائد الكربون سي زائد المونوكسيد دو كربون اللي هو سي او دونك هاكا نكون كنكتبت لغي اكسيون شيميك ولكن كنكتبت إكواشن دونك إكواشن نكسبها بلي فورميل شيميك ولي سامبو مزيان سؤال اللي كيجي منبعد لانه دوات ترتيب في الاسئلة ديال الامتيحان او ديال الفرض دونك السؤال اللي كيجي منبعد هاي هاد الو بابيتahanوهماتيال Oh acts Vo باش نعرف ان الو بابيتahanوUA باش ن確ف وشفي الكربون والهيدروجين دونك اجله نشوفوا شفي الكربون والهيدروجين اللik اجل نشوفوا شفي الكربونه pardon كللاحظ ان في البخودوى شنو مالايز او الاطام اللي كيناه او اي patch او الاطامكتباليه هادا اللي بيالخضار وفوح الموجودة في احد المجموعة ديال دونك هي الو اكسيجين الآية كان من المضار! هذا هو مجيد! نقول أن الأكسيجين بهذا الصدف هنا ساعت من الآخر ولكن ن contexts제وكسيجين هذا السضر لن تكون للفпер ثم ن acoustic Libs لهذا المضار لن يكون للجمع الفكلciاذة التالبة من الطبيعة uppe في الأمور الكلام الهضروي الهدروي هو الهاتف أنه يوجد البعضاء أما أتمام النهائي والوضروي ولابدور التعاية في المنع الكارم والكاربون Woodstock سوف نقول الMarkwhat's going life السببوليذه さاً سوف يتمهم في المنع الكارم ديوكسيجين يعني أقوم بإختبار في أسبوع الإكتشاف يكون هكذا سنعبر كثيرا كي سنعرف إيقام الوشيجين نحن نسطل إيقام يسطل أنه لا يوجد معي تأثن حيث الاسئلة الأسئلة 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 الأسئ وهناك سؤال في نزال الح LISA وهناك في نزال الحين الفيence وصلنا لديها 5 ومن方ب مع المداشر الأسبان اله Posر في نزال الحين وهذه الأسباب لديه القناع هاتهurg حال. وهذه الأسباب هيOT ذلك ما هذه الأسباب لديه рь نحن لديه سؤالي ولا نسميهم concentré ولا نقوله plus acide. يعني كلهم اسميات ممكن تحطونا في المتاحة. إذن إلا قال ليه dangerous راح قريب الزيرو concentré قريب الزيرو plus acide مهم شوز. هادو اللي قراب السبعة بالنسبة للسلوسين أسيد اللي قراب السبعة يكونوا موان أسيد. هادو اللي تكونوا قراب السبعة يسميوا موان أسيد. بالنسبة للسلوسين اللي قراب الربعة عاش. اللي سلوسين بازيك نقوله dangerous ولا concentré ولا plus basic واللي قراب السبعة يكونوا موان basic. très bien. دابا عندي واحد لسلوسين acide dangerous ولا concentré ولا plus acide هو نفسه بغيت ترجعوا موان acide. شخص نانده. دونك نديرو la delision. تخفيف. كنديرو التخفيف كنضيفو الماء. دونك من اللي كنضيفو الماء أشكي وقع ال ph دير واحد لسلوسين acide. دونك ال ph كان قريب السفر. دونك من اللي غادين دير الماء غادين نورمال مون. يبشي الحديالوجي 7. دونك كنان ديميني ولا كنان ديليه ينسلسين acide. يعني من اللي كنخفو واحد لسلوسين acide. الحديالوج اغمانت. ايه سراكروش دو 7. ايه دوين موان acide. دونك هنا اللي غادين نورمشي جي تسبعة. دونك لسكن ديليه هاد ال ph دير لسلوسين. يعني كنان واحد عدد صحيح سبعة. واحد. خمسة. تسعود كنان قيم صحيحة. انت. لكن ال ph ميتر كنان دي فالور اذيك لفقو كنان دي نور دي سي دي سيمو ولا كنان فالور دي سيمال يعني كنان واحد العدد عشاري. خيبين. دو واحد لجي دول على شكل هذا. مثلا عندنا لودو شو لاحظوا معي ان ال ph دي هو 9. دونك لتيب دي لسلوسين هاد يكون بازيك هاد او دو جاول 10.4 دونك باز باز نوتر نوتر أصيد لانا انفرير ال 7 أصيد أصيد لاحظوا هنا يلي لفالور de ph avec اصيد نوتر مجموع دونك 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 بماننم دونك هاد لی ميزور دونك دلنهوم avec le ph م د ك بازيك دونك لقد كنت درست ديال لسلوسيون أصيد لسلوسيون بازيك و دوزول بازيك لی هوا لإيقشن دو كالك ماتيليو AVEK لسلوسيون أصيد اي بازيك في الهدف اللذان نعرف انه هما ميطول الخاصنين عند السلوس ان game ولمميطول التي سوف تتعلق مع السلوسان بناء متعدد سلوس ان A 1 من السلوس التسا Giant He plus ثم نرى ماشين ان لديه السلوس��� ونضيفه الحديد ونضيفه الاليومنيوم ونضيفه الزنك ونضيفه الكويفر ونشوفه مع أشمال الميتال يتفاعل لذلك عندما نضيفه الاسد الكوريدريك للفاق نلاحظه أنه يتفاعل معه على حسب هذا التفاعل هذا يعني للفاق يتفاعل مع H+, ويعطينا واحد ايون ديال الفاق 2 اللي هو F2+, زائد واحد الغاز H2 ديال الفاق غير عاقل في الاسد الكوريدريك للفاق وتنتج عليه في النهاية واحد الاستروق عليها فGH2 وإنها ليس لدينا واحد القنينة أو واحد وزائد أو واحد الكأس ونشوفه الحديد في النهاية وفي يكتفاعلها كلاستروق عليها فGH2 ونشوفه فGH2 فقوة 2+, 2Cl- نفشي أن أخذنا هذا كله كما ندفع للألوميوم سوف تفاعل ما رياجي على الألوميوم سلوان هذه الإقوation 2Al 6H+, 2Al3+, يعني أنه 1Al3+, ذهب لتا H2 دمنا هذا الغاز H2 qui ينتج très bien donc هذه الإقوation والا solution التي يكون فينا هو Al3+, 3Cl- لاحظنا أن الألوميوم يتفاعل مع الأصيد Chloridric نرى الزنك 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 يتفاعل مع الأصيد Chloridric selon هذه الإقوation Zn بحال بحال للحدي 2H+, Zn2+, H2 دمنا هذا يتفاعل حتى هو والنهاية التي يكون لدينا هو Zn2+, 2Cl- نرى الكويف عرفنا أن الألوميوم يتفاعل الزنك كذلك يتفاعل مع الأصيد Chloridric وش الكويف يتفاعل أنه غياجي بحال لا يتفاعل لذلك سأحتاج لنضع الإقوation لا إذن عرفنا أن السلوسين أصيد يتفاعل مع الألوميوم والزنك لا يتفاعل لا يتفاعل مع الألوميوم كذلك نضع لنضع لا يتفاعل مع الألوميوم لنضع الزنك لنضع 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 الألوميوم وهكذا سوف نضع الدرس الأخير الدرس الأخير هو يعني كيف تحديد إدنفع الزنك المسلم يتفاعل الزنك لا يتفاعل مستخدم يتفاعل الألوميوم و يتفاعل الأل مستخدم لنضع الزنك إذن يتفاعل بحال الزنك نستطيع الإدنفع الزنك ونحتاج نديرو لإدانتفكation دي لزيان نيغاتيف يعني نكشفو على إيونات الموجابول إيونات السالبة دونك إلا بغي نكشفو على لزيان پوزيتف لهم وليكاتيون شمال محلون كنستعملو كنستعملو لسود يعني A+, H و- وإلا بغي نكشفو على لزيان نيغاتيف بحال C L- كنحتاجو نستعملو نترات دارجون دونك باش نكشفو على لزيان پوزيتف كنستعملو لسود شخص مانستعملو لليكاتيو موضعين ف2+, ف3+, CO2+, Zn2+, et Al3+. شخص مانستعملو لليكاتيو موضعين طريبين دونك مالك أن تدفع لسود لواحد ل Liberكاتيو ف2 2 شخص مانستعملو لغي نسبع هذه البياناتيوية وهي فEOH2 من جعلة ف2 2 يعني ف2 2 كي تفاعل مع HO-2OH- كي أعطينا F-E هادي F-E-OH 2 دونك هادا الإكوارسينا ستكون محسوبة ومحفوظة طريبين سود Na++-H-O- إذا ضفناها للF-O++ غادي يتفاعل معه وغادي أعطينا واحد البخيسيبات اللي عنده لأكلور دلاغوي يعطينا واحد اللون ديال السادة وهذا اللون ديال السادة لأساطية لديه democrats ability F-E-OH 3 كي تفاعل مع۔ ربنا WAدي خاعل مع guys كي تفاعل معAmerto الى اللون ديال CSF-E داخل يظهنا أيضاً في يوم إيومي أولاك لا تفعل ذلك الزنز هو لا يبدو معه كذلك يجعل كان الأجهد من الأجهد من الأجهد معه هو أفضل ويبدو أجهد أنهather ومشارك المشاركة حسناً المثال يظهر لنا سيوم من الأجهد من الأجهد حسناً المثال لذلك يهن يمكنه أيضاً من أنه إهدفنا الماضي فهو الان يأتفر فمه الأطباء فيضاء المنع dه كل ذلك فهو الان اخلت الان denيون في الان يأتفر ف surي ثم نتعدي نتعدي الان يأتفر كما يأتفر نحتاج نكشف بهم على إيون واحد اللي هو سائل موان من اللي كم ضيفو نترد دارجون الواحد للسوليسيون اللي في سائل موان كديرا بخيسيبيت اللي كتكون بلانش كنوارسي على لميار يعني أبيض يسود تحت أشعة الشمس وهو اللي فرميل شيمي كديرو سلوان ديكواسيون اللي هي حجي بلس بلس سائل موان لاحظو هادو كلهم ثلاثة كديرا بخيسيبيت بلانش لكن هادو بلانش وهادو بلانش جيلاتينو وهادو بلانش كنوارسي على اليومياء ولا بلانش جيلاتينو لكنا تخصيب بلانش وهكذا تكونوا سالينا الدروس وما تنساو تشاركو الفيديو مع جميع الأصليقات ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته